أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ضرورة قيام الدول النامية بتحرك بشكل جمعي وحتيث من أجل مواجهة التحاضيات العالمية للإبقاء على خطواتها المأمولة والطموحة نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب خلال مشاركته في أعمال الندوة البرلمانية رفيعة للمستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان تعزيز التبادلات والخبرات البرلمانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يتعقد في الصين بتنظيم مشترك بين البرلمان الصيني والتحاد البرلماني الدولي وبمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات وصرح رئيس مجلس النواب أن التحديات المتشابكة التي يشهد العالم باتت تهدد بشكل غير مسبوق مكتسبات العالم التنموية ومقدرته مشيرا إلى أن مصر أدركت الحاجة الملحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على أجندة وطنية طموحة تهدف بالأساس لحكمة الجهود التنموية المصرية في كافة المجالات فأطلقت رؤية مصر 2030